يعني هناك أمر مهم جداً يعني حتى الفصائل إذا تعلمت يعني كما يقال من كيسها تعلمت ببعض معارك وبعض سقوط شهداء وبعض خسائر بين الأطراف المتصارعة هذا أيضاً كارثي هذا أمر كارثي يجب عليها أن تفقه وهي التي يعني جميعها تعلن انتمائها للفكر الإسلامي وللرأية الإسلامية وللشعارات الإسلامية ومع ذلك هذا اللي بيجنناك الأمر الغريب كله بيحكم اسم الشريعة يا دكتور أسامة المشكلة أنه اللي بيجننك أنهم لا يستمدون من سيرة المصطفى أي شيء أي شيء ولدينا كلام كثير في هذا الموضع أقول لك قبل أن تكون هناك صراعات اشتغلنا منذ أكثر من ثلاث سنوات عن طريق توجيه خطاب مكتوب ثم يعني وجهاً لوجه مشافة ثم بضغوطات هائلة على المجلس الإسلامي أن يكون هناك طرف ثالث نحن نعلم وأخبرنا رب العزة أن هناك يعني طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الطائفتين كان هناك توجيه رباني أن يكون هناك طرف ثالث وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي من أنتم؟ إذن أنتم طرف ثالث حاولنا أن يكون هناك طرف ثالث وقلنا لهم من المخيمات أسسوا جيش للتحرير بهوية جهادية إسلامية بين قوسين وسطية تمام؟ وأنتم تشرفون عليها كمشايخ ودعاة ولديكم مئات من المنتمين إليكم وبمصاريف بسيطة جدا تستطيعون أن تكونوا طرفا ثالثا ليس كمجلس إسلامي وإنما كجيش للتحرير اتصلنا بالضباط اسمح لي أن أكمل الفكرة أمام المشاهد يعلم من هو المجرم الحقيقي في هذا الاختتال اتصلنا بالضباط واتفقنا معهم اتصلنا بمؤسس الجيش الحر ووجه للمجلس الإسلامي مشروع كامل متكامل لتجنيد شبابنا من صغار السن من الذين لم يجربوا من الذين لم يستهلكوا من الذين لم ينتموا لأحد شباب يا سيدي ما عندك جيش من عمر 17 إلى 20 سنة جيش التحرير منضبر أنت تتكلم عن طرف ثالث يكون قوي ولديه مؤسس قوية ولديه تراتبية في الأوامر والضباط ووجود تدريب جيد مع وجود إشراف يعني بين قوسين لنقول أنه لا تريدون التطرف فليكن عندكم إشراف توجيهي داخل هذا الجيش وأنتم تستطيعون ذلك وذكرنا لهم بالتفصيل كيف يفعلون ذلك لذلك أنت عندما تتدبر الآية الكريمة بخصوص الاقتتال تعلم أن هناك طرف ثالث فقاتلوا التي تبغي إذن أنتم طرف ثالث هناك فئتين تقتتلان لا نستطيع أن نفعل شيء لا نستطيع اليوم قبل أن ندخل للستوديو هناك من نتصل بي لبحث ماذا نستطيع أن نفعل شيء؟ قلت له طالما نحن لا نملك قوة كطرف ثالث حاولنا إنشاءها منذ أكثر من ثلاث سنوات وأنا أبلغك للمرة الثانية وللتوكيد لكن هذا الطرف الثالث لم يتكون لو تكون من ستين ألف جندي ملتزم ومرتب وفي تراتبية وإلى ما هناك مما يخص الجيوش سامحني سامحني رح أكون قاسي شوي يعني نكون أمام دكان جديدي يا دكتور أسامة نكون أمام دكان جديدي يعني لا أنت مخطئ لأننا أمام فصائل ليست فيها الأمور كما أذكرها الآن من تراتبية ومن ترتيب ومن فكر يعني عندك جيش وطني الآن وعندك الجبهة الوطنية التحرير يا سيدي هذا الجيش الوطني هو تجميع لفصائل على الأرض اشتركوا في القناة